موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التتيمة للطرس الخاصة بسلسلة Camtasia Studio وفي هذا الطرس سنرى مجموعة من طرق الأساليب التي تساعدنا في الفيديو يكون واضح بالنسبة للمتتبع وكتسهل علينا كذلك الشرح ديال مجموعة من الأمور إذن بالنسبة لنا في هذا الدرس هذا سنرى الأدوات التي تلقوهم في هذه الخانة بمعنى التأثيرات التي تعلقها كما نقول باللغة العربية بالماوس أو بالصغير بالفرنسية إذن سنرى ونرى هذه المجموعة ديال الأدوات كيف نعمل بهم وما هي الأهمية ديالهم خاصة بالنسبة للناس اللي يقوموا بتسجيل ديال الفيديوهات فاش يشرحوا مجموعة من الأمور وكي سهلوا علينا نوضحوا العدد من الأفكار بوحد طريقة اللي هي سريعة إذن أولا من أجل أنني نوضح الفكرة أكثر سنحاول نسجل واحد الفيديو ومن خلاله سنطبقوا هاد الأمور إذن سنقوموا بتسجيل ديال واحد الفيديو سنقوموا للانرجسترمان ثم سنقوموا للانرجسترمان سننطلق إذن هنا سنبدأوا نسجلوا واحد الفيديو ومن خلاله نوضحوا نفطردوا أنني بغي نشرح دورة خاصة مثلا بالوورد أو لا بالإكسيل أو أي برنامج آخر وكما اشرحت في دورات سابقين ستلقوهم سواء على الموقع المقاول بونكوم أو على قناة المقاول دورة خاصة بالوورد ودورة خاصة بالإكسيل والباوربونت وعدة دورات أخرى فاردا بغي نشرح كنقول لك مثلا إذا كتبنا واحد الأمر هناك كتبنا أي كتبة وبغي نضردها كنكليكي هناك فاردا نشرح لك وكنقول لك كنديرو انسيخسيون كنكليكي ومثلا نختارو هاد الفورم هادي إذا هنا نحبسوا الفيديو دينا ونطبقوا عليه ونشوفوا ما هما الأدوات اللي غادي نستعملوا إذا الفيديو دينا اللي تم تسجيل دياله هو هذا كما كتلاحظو هنا ودبا غادي نبدأ ونطبقوا مجموعة من التأثيرات الخاصة يعني بالماوس أو بالسوري إذا غادي نجيو أولا لهنايا كنلقوا أنه عندنا ثلاثة ديال الأجزاء كالجزء الأول الجزء الثاني والجزء الثالث غادي نتعرفوا عليهم بشكل كامل أولا نحاول أنني نبدأ من التحت ونتم راجع للفوق من أجل نوضح الفكرة كتلاحظو هنا يا هذا هو يعني الموس ديالي يعني المكان اللي واصل إلا بغي نوضحو أكثر كان ممكن كنجيب هادي كنجيب هات التير هذا وكنوضعو على الفيديو اللي كنوضعو على الفيديو لحتو أنه قلت عليه واحد دائرة صفرة من اللي كنبغين نتحكم في هذه التائرة هادي كنمشي هناك كنلقى أنه عندي إمكانية من أجل أولا إلا خليت إلا خليت الفيديو كما وكليكيت عليه هات التيرات هادو اللي عندي هناك فكنت تحكم في الحجم ديال الكرسر ديالي في الحجم ديال الكرسر اللي عندي سنقلق على الشيل وغير يبليكم تغير لحتو أنه هناك كيكبر كيزيد اكبر أكثر هيدلي بحياتي أنه باش يكبر لفيديو لحتو من هناك كيبان كنزيد الحجم دياله لكن نخلي هكا من الأحسن نخلي في الحجم هادا ممكن نغير الكولور من هنا ندير أي لون اللي أنا بغي أي لون نخليوه مثلا باللون الأحمر لطاي كذلك كنت تحكم فيها بحثو ديك الدائرة كنت تحكم في لطاي ديالها نخليوها هكا من أجل فقط أنها تبان كبيرة أو أي بلاسة يعني كنحرك فيها كنحرك فيها كنحرك فيها للصوري ديالي كتبقى ديك الدائرة دائما تبعها للصوري لطاي كنت تحكم في الحجم اللي أنا بغي هنا كذلك نحاول أنني نكبرها باش يبليكم التأثير الثاني لحظو التأثير الثاني شنو كيدير يعني من دوك الجو هاد لباقتي هادي ديال الجنب يعني كيردها شفافة لطاي كنت تحكم في هاد هاد الاماكين هادو 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 كيساعديني كيساعدوا الشخص ملي كيسرح وحد الدرس أنه الناس يتبعوا معاه بواحد الطريقة اللي هي دقيقة وملي كان كليكي كان كليكي على هنا وكان جيل هاد التأثير هذا يعني اللي ضفته نفس الامر كان ممكن تحكم في اللون وكذلك فلاطاي كما شفنا وكذلك يعني ذك تأثير الجانبي دونك احنا هنا حاليا عرفنا تأثير ديال هاد هاد تأثير هاد شنو كيدير إلا بغيناها على طول ديال لا فيديو فممكن كنناخدوه كما شفنا وكنحطوه على لا فيديو فاردا نبغيناها فقط على واحد الجزء من لا فيديو ممكن أنني نقطع لا فيديو ديالي من هاد الجزء هذا لهذا ونجيب التأثير ديالي يكون فقط على هاد الجزء إذا إلا خدمت لا فيديو غايكون من قبل عادي لاحطوه هو هادا ومن بعد غادي يتحييد داك التأثير يعني الفكرة واضحة ندوزو نشوفو التأثير الثاني نجيبو بحل معاك نخدمو لفيديو ديالنا كاللاحظو تأثير ديالي شنو كيدير بالنسبة لنا كذلك ممكن كنتحكمو في الشيل الشيل هنا يديال لا سوري هنا لا تاي غنتحكمو في لا تاي ديال 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 الدائرة ممكن تكبر ممكن نصغروها هادا كنتستعملوه مثلا من اللي كان بغيو الشخص انتبه معنا نوضحو واحد الفكرة اللي هي جيدة مهمة في الدرس اللي كان شرحوه كذلك هنا لاحطو تأثير ديالو هادا 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 حاولو تحركو فيهم يديكم باش يبانو لكم يبانو لكم كل تأثير وشنو كيدير لاحطو هنا ايه هنا ديالك الشفافية ممكن نخلي ولا فيديو بحول معك على حسب الدرجة ديال اللون اللي احنا بغيين او لا فلو لاحطو تغيير اللون هنا ايه نخلي فلو اولا نخليه يكون واضح وكما قلت لكم إذا كنت تبغي واحد الجزء فقط مثلا نأخذ من اللي نكليكي على واحد البارتي من الفيديو فرضا نبغيت من اللي كليكيت على هذه هي اللي تبان على كما قلت قبيلة نقطع الفيديو نحيد تأثير هذا نقطع الفيديو ديالي هكا ونقطعه من هنا بحل ما هكا ونجيب تأثير إيقون فقط عندي في هذا الجزء من اللي غادي غادي نشغل الفيديو ديالي يعني غا يكونوا الناس يشاهدوا بشكل عادي لكن من اللي بغيت نكليكي باش نوضح للناس أن هم هدي هي أونغغا أو للمكان ديالها كنضيف داك تأثير في الفيديو ومن بعد كي يكمل الفيديو ديالي بشكل اللي هو عادي نرجعو إذا شفنا تأثير الأول تأثير الثاني غادي نشوفو تأثير الثالث تأثير الثالث هو كي يزومي لنا شيئا ما هنشوفو الفيديو نحاولو نتفرجو فيه إذا كلما هاد الأدوات هادو نحيد هاد البروبياتي باش يبالينا الفيديو أوضح أكتر لاحظو هنا يا أنه كي يزومي لنا أي بلاسة اللي كي يمشي لها وكذلك عندي مجموعة كنرجع للبروبياتي إلا نبغيت نكبر لاتاي لحطو لاتاي ديال داك الزوم شحال بغي يبقي شد لحطو هنا يا داك لاتاي شحال هو شحال اللي بغيت الدرجة أنه يزومي يعني هنا عندي الزوم لحطو كذلك هاد الدائرة هادي شحال بغي الدرجة ديال اللون ديالها وكذلك نحاول أنه نكبر هنا باش يكون واضحة التأثير الرابع هنا في هاد الجوانب هادو كي يأكين واحد التأثير على الصورة الداخلية وش بغي نها تكون واضحة أولا تولي فلو هنا لاحطو كل ما كان زيد هنا يا هاد البختي هادي كتولي فلو وكل ما كان رد كتبقى عادي إذا هادو تأثيرات اللي كنحتاجهم في الفيديو ديالي نضيفهم من أجل يبعن فيديو احترافي ونسهل على المتتبعين يفهموا تأثير الرابع دونك بدينا هاد الأول والثاني والثالث بقى لنا الرابع تأثير الرابع كما واضح في الصورة لاحطو هادو شنو كيدير كحيلة ديك إلا كنت عندي مثلا فلاحظوا معايا هاد اللي كنحرك هنا إلا كنت كنسجل وكنحرك بزيف دونك هو كينقسم ديك الدرجة ديال الحركة ديال للسوغي عندي غا ناخدو نوضع هاد التأثير هنا وغادي نحاول نجيب ديك البارتي فاش حاول نوضح لاحظو هنا لاحظو الفيديو هنا ايا من اللي كليكت على الفورم غا جيت لهنا ومن بعد غادي نجيل هنا إذا غادي نحيد هو في الاول غا خاصني قبل نحيد التأثير شوفوا الفيديو ضونك جيت هنا كليكيت من بعد جيت لهاد اللي بارتي ومن بعد جيت لهنا انفو من اللي كان دير هاد التأثير هذا غاي حييد غاي حييد من واحد الحركة لاحطو غاي جي من هنا ديركتومن لهاد اللي بارتي هادي حييد ليه من اللي كانت لسوغي من قبل نمشات لهاد الاتجاه هذا وهذا هو التأثير دياله وكما كتلاحظو هنا في الصورة كان واحد الشكل اللي واحد الحركة هنا كيتحرك بزاف والتأثير اللي كيدير انه كيحاول يرد ديك الحركة تكون مستقيمة هدان هادو هما اربعة ديال التأثيرات اللي ممكن نضيفه على السوغي ديالنا هذا بالنسبة للجزء الاول عندنا الجزء الثاني الخاص بالكليك يعني انفوا كنبغي نكليكي على واحد البارتي ممكن انهم نستعمل هاد التأثيرات هادو باش نوضحو اكتر نجيبو هاد التأثير الاول غادي نكليكي على هاد المثلات الصغير وكنلقى مجموعة من النقاط هنا هاد النقاط شنه هي الدلالة ديالهم يعني هاكي يعني هاد الاماكين فاش كليكيت على واحد الامر نشوفوا الفيديو لاحظو انه اي بلاسة كان كليكي على هاكي يكون دك 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 الموجة اللي بالحمر كليكي لاحظو الموجة حمرة كذلك وهادو ممكن دائما كانت تحكم في البروبيتي دياله كذلك هاد الدائرة هادي نحاولو تكون واضحة كما هنها عندي ممكن ان تحكم في اللون عندي هنها بالاحمر ممكن نردها بالازرق او لا اي لون اللي انا باغين خليوا بالاحمر من اجل يكون لا تكون واضحة اكتر كذلك ديال الدرجة ديال اللون العله من النهار كذلك نحاول اننا نكبرها كما هكا و beter 그걸 تب常 Petite حاليا يعني تأثير ديال اللون هنا يا تأثير ديال ديال دائرة تأثير ديالها في اللون ديال نحاول القليلaine نحصل او لي شفافة او ل لاتاي كان تحكام في الحجم ديال 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 دائرة اش حال البغي الحجم ديلها يكون وكذلك عندي هات التأثير تدو و اعطته بعض الامور والليjekول صعيب انك تعرف فيك المعنى ديالها باللغة العربية ونقوله لكن تأثير يعني كي وضح نفسه وكتولي فاهم وكذلك لديوغي يعني المدة اللي بغيته يبقى هاد التأثير هادا من الاحسن من الاحسن انك تخلي هاد المدة هادي يعني واحد السوغوند راه كافية الى ازناها الى ازناها هادي غادي تلاحظو ملي غادي مخدمو الفيديو كتبقى مدة طويلة لاحظو دونك ملي كان كليك كتبقى واحد المدة طويلة مقارنة الى انقصت الى انقصت المدة بحالك كنخلي تقريبا نصف نصف ثانية دغيا غادي بتايت مشي وفو كان كليكي كاتمشي وهنايا الارانيز الثلاثة هي كبيرة شيئا ما دونك انتوما كتتحولو تتخدمو في هاد الى بحالك دير كل حاجة تتخدموها بطريقة اللي انتوما مبغي هادا تأثير الاول دونك نسيبريميو نحيدوه وكذلك ادنا واحد الامر اللي هو مهم هناك يقولك افشييلي في افان لكليك دونك هنا شنو هو الدور ديالوي لكليكينا غادي ايبان هات التأثير هادا لحظة قبل انني من كليكي غادي تلاحظو ليفي كيبان عاد من بعد كان كليكي هنا يا دائما غيبقى ايبان عاد من بعد كان كليكي دونك هذا هو التأثير ديالوي ولكن من الاحسن بالنسبة لي ما كنستعملوش هنا كنمشيو نديرو سيبريميو نحيدو داك تأثير نشوفو التأثير التاني فهو مشابه تقريبا للتأثير الاول هنا فقط كنو زايد هاد كأنها موجة بحل ملي كتكون عندنا واحد المكان بحل شي بوحيرة والحنا فيها واحد الحجرات ديالوي مدون كي تكون دوك الموجات غادي تلاحظو هنا ايبانو هاد ثلاثة ديالدوائر وممكن كذلك كنت تحكم فيهم الشكل اللي انا باغي نفس الامر كنت تحكم في لاطاي كنت تحكم في العدد ديالهم شحال باغي واش عشرات سعود او الا واحد كي ما عندي هنا يا او الا صيفر لاحطوا العدد كيتغير هنا يا جوج او الا ثلاثة وكذلك لاجوغي ديالها و لاطاي نخليها مثلا صغيرة بحل ما هكا كما قلت لكم دائما النقاط هنا هي الدلالة الى المكان فاش نقوم بالكليك هنا كنهضروا على الكليك اللي هو غوش دونك وصلات الفكرة وكذلك ممكن كنغير اللون اي لون اللي انا باغي دائما هاد اللي بخو بخيتي فهما كيبقوا كيتصبقوا على جميع هاد العناصر هاد نشوفوا التأثير الاخر فهذا تقريبا بحال ما تقريبا كي يقوم بواحد تشويه ديال المكان فاش كنكليكي نقصوا اللي بخو بخيتي دونك لاحطوا انه المكان فاش كنكليكي يقوم بتشويه دياله كأنه كي يضغط عليه يبنى عندنا هنا ايه لا مكن فاش كليكي كنعود نكليكي دونك لاحطوا تأثير دياله ونفس الامر كتتحكم في لاطاي الشدة دياله والوقت ديال التأثير نحيده كذلك تأثير الرابع هو عبارة على موجات هدا هو اللي كتعتبر موجات بحال ما اللي حجرة صغيرة مثلا في واحد المكان اللي فيه الماء كي تكون عندنا دوك الموجات غاللاحظوا التأثير في الاماكن فاش كنكليكي كي يبانو دوك الموجات وكذلك كي يكون عندي القدرة انني نتحكم في لاطاي ديالهم غالبانو لكم اكثر ماذا تبعتوا معي وكتطبقوا هاد الامور هادو اذا بالنسبة لي باش من طولش غنزيد التأثير الخامس وانتو ما تكتشفو التأثير السادس لان التأثير الخامس هو كي يعطينا صوت صوت اي مكان كنكليكي عليه كيت تعطاني صوت ما عرفت شواش غادي تسمع الصوت ولا لا لانه لانه فاش درت انه حييت الصوت عندي ديال لغضينات وغضيالي يعني ما تسمعوش اي صوت لا تصدر منه ولكن الى تبقتوا انتو هادو غادي تلاحظوا اي مكان فاش كتكون درتي الكليك كيتسمع واحد الصوت اه هنا هادو هادو نخليكم تكتشفو انتو ما يعني نفس الامر نفس هادو الدائرة هادو وتوجد كهذا من اللي كان حول الضائد الوسط لابدольз Her ad hoc الذين قد يحضر LECLAQ هنا عندي ال stock code الذين نقوم بعمل ضغوات الناس المبدأ فقط هنا بالنسبة لus جد ال клиkus ضغوات في حال ما ان członct لابد اكثير ممكن اننا نطبق واحد الطاقت Baby سألاحظ هنا فاشكلي لذلك هنا لاحظت هاتب التأثير هذا من اللي درت هاتب التأثير هذا الكلام ضغوات عندي واحد النقطة بالنسبة من اللي إلا رجعت الهنا إلا رجعت الـ gauche وجبت واحد التأثير العـ gauche هذا غي يعطيني مجموعة نقطة لذلك بالنسبة الـ gauche قدرت مجموعة ديال الكلام أما بالنسبة الكلام اللي هو بالنسبة لكليك اللي هو ضغوات غادي نجيب واحد تأثير نوضع عنها غادي نلقى واحد النقطة لأنني في هذا الفيديو هذا مرة واحدة اللي كليكيت ضغوات إذن لاحظة تأثير ممكن نغير له اللون دياله نخليها بالأحمر باش يبان هنا وكيبقى والثاني يعني كانت تحكم كذلك فلاتاي كانت تحكم نفس الأمور لا بغي نضيف الصوت على أي وقت اللي كان كليكي ضغوات إذن بالنسبة لنا في هذا الفيديو هذا تعرفنا على مجموعة من العناصير اللي كان نضيفهم بالنسبة للحركة باش كان نقوموا في واحد الفيديو لأنهم كيكونوا جد مهمين بالنسبة للشرح ديالنا خاصة خاصة اللي كان كان نقدموا دورات أو كان نشرحوا واحد لوجيسيال أو كذلك كيساعدوني بالنسبة في جميع الفيديو هاتي ديالي اللي كانت تلقاوا على لاشين يوتيوب أو اللي على الموقع المقاول بون كوم فكتلقاوا دائما كان ناخد هذا التأثير هذا كانستعملوا من أجل نتير الانتباه ديالناس ويبقوا يتبعوا معي بالضبط يعني لمكان اللي أنا واصل وشفنا أنه هاتي تأثير كتتحكم في البروبيتي ديالي ممكن تغير اللون تغير لطايع لحسب الدرجة اللي انت باغي هات الأمور هادو حاولوا تحركوا فيهم يديكم زيان وتطبقوا ومن بعد راكت القرص تطبقوا أي فكرة جات كبغي تطبقها على واحد الفيديو كتطبقها بكل سهولة إذن في الفيديو اللي ما جاء إن شاء الله غضي نبقوا مستمرين ونشوفوا مجموعة من العناصير الأخرى وما بقاش لنا يعني بزاف تقريبا نقرب نكمل لفورمسيون ديالنا وتعرفنا على مجموعة من الأدوات وغضي نديروا واحد الفيديو اللي نحاولو ندمجو فيه جميع الأفكار اللي تعرفنا عليها لحد الآن ولكن عندكم أي سؤال أو لا أي استفسار فممكن أنكم ترحوا السؤال ديالكم سواء على الموقع أو على في الكمانتر ديال الشيان يوتيوب أو كذلك على فيسبوك ديالي أو لا تواصلوا معي من خلال الرقم ديال الواتساب شكرا لكم وكنتمنع لكم كل تفق